أكثر من 90% من المواد الغذائية والتموينية في السوق المحلية يتم استيرادها فيما تزداد المخاوف من انعكاس تأثير الأحداث التي تسبب فيها الحثيون في البحر الأحمر على ارتفاع الأسعار خلال هذه الأشهر تبدأ عملية الاستيراد تحسبا لقدوم شهر رمضان ومواسم الأعياد لكن عمليات استهداف السفن التجارية من قبل الميليشيات في البحر الأحمر وخليج عدن دفع شركات الملاحة الدولية إلى وقف شحناتها عبر باب المندب وهو مؤشر لارتفاع كبير في الأسعار يشمل جميع المواد المستوردة الأسعار ستزداد وستلتهب وتزداد جنونا وذلك بسبب ارتفاع كلفة الشحن وكلفة التأمين شركات التجارية العالمية لا تعمل وفق الأهواء بل هي بالمصطرة والقلم تزداد المشاكل في البحر تزداد كلفة الشحن وتزداد كلفة التأمين وبالتالي تنعكس على الأسعار والسلع على المواطنين وهو عين ما يريده الحوثي وهو الفترة التي كانت ستصل فيها إلى هدنة سيحولها إلى جحيم المخاوف من تفاقم الوضع أكثر ما قد يؤدي لامتناع جميع شركات الشحن من الوصول إلى الموانئ اليمنية الأمر الذي سيخلق أزمات أخرى في الوقود والخدمات الأساسية بالإضافة إلى اختفاء بعض السلع من الأسواق ستشهد الأسواق اختناقات كبيرة جدا بسبب عسكرة البحر الأحمر التي لا يقصد منها الحوثي نصرة غزة ولا يسعى لذلك بل يضر بمصالح اليمنيين ونحن كما ترى الطرف الأضعف في هذه المعادلة كلها وهو يزيد الطين بالله حيث ستمتنع السفن من الوصول إلى اليمن فضلا عن أنها تصل إلى موانئنا بالذات يتحمل اليمنيون تبعات الممارسات الحوثية وتهديدها ممرات الملاحة الدولية وهي أزمات جديدة تضاف إلى ما تسبب فيه من وضع اقتصادي ومعيشي خلال سنوات الانقلاب محمود الحميدي الحدث مأرب